بعدين النبي الصادق لازم يسير بتناغم مع الوحي المقدس إذا بيخلط القصص والأسماء والتاريخ والجغرافيا واللغة ويعني أمور كثيرة لازم يكون فيه استنادات اللي تأكد صحة دعوة هذه الرسالة لازم يكون فيه تتميم للنبوات شوف في زكريا في تثنية في أرمية كلها بتتكلم على محور واحد النبي الحقيقي اللي بيتنبأ عن المستقبل لازم يكون عنده نبوات لازم يكون عنده آيات يثبت فيها دعته لازم يجب تعليم قوي اللي فوق موسى واللي فوق شخصية المسيح مش بتجيب لي شوية تعليم من قبل عشر تلاف سنة وما بتنفعش لليوم ونصها مخلوطة في خرافات وأساطير وكلام 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 لازم يكون تمشي بانسجام مع الوحي النبي الحقيقي بيتنبأ عن المستقبل النبي الحقيقي الذي يدعو للتوبة والرجوع لله النبي الحقيقي اللي بيتكلم باسم الله بحسب الكتاب المقدس النبي الحقيقي لا يناقد المكتوب أحبائي لا يناقد المكتوب النبي الحقيقي هو جزء من مخطط الله جزء من مخطط شعب الله النبي الحقيقي هو جزء من عهد الله العهد في الكتاب المقدس وهذا نقطة مهمة جدا جدا لما الرب تكلم لموسى يقيم نبيا مثل له تسمعون لازم يكون بنفس المصار مصار العهد ولا يناقد أو يقاوم أو يرفض هذا العهد كل أنبياء الكتاب المقدس أعلنوا ولم ينكروا الأخبار الصارة اللي بتحكي عن يسوع المسيح